أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج زي سبور الذي يأتيكم على أول قناة إلكترونية في الجزائر زيارتيب سنتحدث في هذا العدد عن ما يحدث في رياضة كرة اليد وعن ما يحدث أيضاً لرياضي الكراتيدو بالجزائر أسعد باستضافة رئيس الاتحادية السابقاً سيد سليمان مزوي أهلاً ومرحباً بك أهلاً لأخي نازيم شكراً على الدعوة شكراً لك سليمان مزوي على قبول الدعوة وعلى يساري أحد أيقونات كرة اليد الجزائرية ويتعلق الأمر بيداود أميروش أهلاً ومرحباً بكم شكراً تربيه الدعوة شكراً لك نازيم على استضافة هذه وخاصة أني فرحاً بتواجد مع أخي وكي نشوف رياضي نخبة سابق يعني الحوار رح يجوز يعني ما شاء الله ما بين رياضيين وخاصة أنت شكراً لك على الاستضافة أكيد شكراً لكما على قبول الدعوة بداية ستكون بما يحدث في رياضة كرة اليد داود أميروش وأنت يعني راكم يول بلاسي يعني مننا كامل من أجل الحديث عن ما يحدث داخل البيت الاتحادية نبدأوا حتى يكون هناك تسلسل في المواضيع وفي الحديث بداية وانطلاقة بإقالة المدرب صالح بوشكريو ولأسباب حسب الاتحادية وليس حسب ما ذكره لأسباب انضباطية الأمر عندما تذكر سبب انضباطي يعني فقط هو يسأل الشخص بحد ذاته فضل يعني كما نجم نقول أنا سلام عليكم هذه كارتة كارتة يعني كارتة كبيرة لكورت اليد وخاصة على الفريق الوطني لو يحضر يعني اللي رأى على ما باشهر سعطاش شعن فيه ايه شهر البطولة الافريقية ولكن احنا ما كاش لك ما كاش لي حاسب ولي راقب ما ميديروا المهازل ما زالهم في الاتحادية هذا شي يعني ما هذا شي هو ليمنع تطور تعقورة ليد الجزائرية وين لازم تدخل دائما نقول لازم دولة تدخل بس وهذه الاتحادية تبعى الدولة الجزائرية اولا واش نوانا نوما ما كيشوفوا العوج يدخلوا حنا كنا نسنا وزارة شباب ورياضة تدخل من قبل خطر صراو كوارث كيش فينا يعني مكان والو لكن قانوني الممنوعين عند الدولة تتدخل في عمل الاتحادية لا لا تدخلوا قانون دولي ما تدخلت على بوغادو ما تدخلت على عارة انا شو اسمعنا عايشي في الزيال على بلنا قعوش كاين اه نوما ما من بن شيخ او يقولها دو بوي دو ميزين نوما يتنحى باش نطوروا الرياضة الجزائرية نحو لدو بوي دو ميزين اللي يغلطي خلص بسكو اللي يفا دو نيماج دو لارجيري اكيد الرياضة الجزائرية الدولة راي واقفة راي تمول ميبساح السعود سيارة او او يبال لعما ما تعطيه باشي لا يرح نحو يشوفوا هذا دو دو دعميروشاك كنت تتحدث الان عن الاتحادية قبل الدهب الى مزوي لكن كم من بين الأشخاص التي لدينا ساهموا في نجاح السكري مطالب صح تحمل مسؤوليتها معنا تحمل مسؤولية وجستو منتو كيران اندينانسي خطر لك ان انا شاركت عشو لا يحببتش نشارك في المهازي اللي عدو من بعد رأيت أنا تخطط. أعطي كل خطط. أنا أعطيك كل خطط. لكني كنت معها في الفارق في بومردس. نحصل إلى هنا ونعاون. ثم قلنا. ونحن نضيفه في الاتحادية. نقوم بإستخدامه أكاديمي. نقوم بإستخدامه. نقوم بإمكانها إلى المشاريع. ثم حررت بهذا الشيء. وقال بومردس وانتهت الاتحادية ان اخواني ، انتها من الدرس حان الآخر ان يقول للناس ان يذهب للموت لازم الارجنس هذا هم سؤال من المشكلة ان شاء الله يفتحوا التحقيق للمباردس يجب أن يسرعون بعض الأخرى، إن شاء الله يفتحون التحقيق لكي يجب أن أصيبك. الطبيب بومردس، سبعة أو ثمانية لعبات في الفريق الوطني أينث بومردس، داود يحب أن يشري ماتيريال كي يفتحون المدرسة على حراس المرمى، يجب أن ينشير بومردس، يجب أن يلحانون تلك حشمت كي دخلت عندهم. لا، آه، بالنسبة للمشاهدة، في المصالح، وخطر الرياضة لكي يكون هناك منواجه، الثلاثة 10 ديسمبر، يوجد البطولة لدينا الآن، ويوجد البطولة لدينا الآن، ويوجد البطولة لدينا الآن، وكاين كائين كائين، وكاين بك يتخمّون غير على البنات لتبعتهم في المصالح، يُقعون بطربوس، ومعني أرى أن نشهد بطربوس، توجد البطولة الإفريقية، ويوجد أخرى في عام 2014، هي تخدم لفريقها وليزنتيري لفريقها كورت اليد أي ضربتها عرض الحائطة يعني لي جي يعني صراحة يخدم إلا مصالحه في الرياضة وليس يخدم مصالح رياضة ورياضين ما كارغ ماتيريال وحب دارتو دارع دارتو دارع باش يجي معنا لكي باسونة ونرى حين سنتطرق إلى عديد من النقاط أنا مدابي نشوف أنا المدير الأخر كان يدخل بالقاضي هذا المدير العام تعالي عن الريدي جي دي سبور لازم يدخل بانسير لازم يدخل سنتحدث أيضا عن تصريحات بوشكريو التي صرح بها صباحة اليوم وتحدث عنك شخصية وعما حدث نزيد حاجة برك أنا نسمع صراحة بوشكريو تكلم عن ماناجر هل يعقل كان بوست تعمل ماناجر في إتحاد الجزائر يمكن أنه يكون منصب مستحدث إتحادية يديروا يعني هذه الناس المقبل يتحملوا مسؤوليتهم يديروا كونترات عامين كين مناجر في التخب الوطني في الإتحادية كين مناجر؟ كورتلياد كورت القدم كورت القدم يديروا شي يحبوه نحن نظروا وعندهم مشاكل يديروا شي يحبوه نحن نظر على كورتلياد أنا ليس نظر على كورتلياد نظر على كورتلياد نظر على كورتلياد نظر على مشاكل تعمل وتبقى كورتلياد رياضة أيضا شعبية في جزائر نتائج سلبية يعني تعمل فريق أليف وكيف كان ربح غربية وكيف كان مم طاقم هدايا ومازالهم وكيف يديروا المشكل من واحد من الأحسن لأنجبته لكورتلياد بوشكريو كلاعب كلاعب أو كمدرب إنسان محترم ويمثل الحومة كما يقولون بلوغرون كارثيت علي هوندبالر هو الثيليم خطر هذا نحن نحن نقع كيف كيف هؤلما كانوا قدوة لنا بوشكريو بيرقل عبداللاطف مكاوي ما دون الله يرحموا يعني لعبين كبار وبعدنا جئنا معهم خلف الله واسمه موهاب كريم حراس مرمى أنا كنت معاهم يعني كانوا قدوة لنا باش نشوف هذا وشهو صاري بوشكريو أنا ما نتقبلوش لأنه ولازم من الدولة الدخل البطاقة الحمراء لابد أن ترفع ليالاتحادية بسبب كلمة إقالة بسبب أمور اندباطية لأنه لابد عندما يكون هناك طلاق بالتراضي لابد من احترام الشخص لأنه عنده عائلة عنده أبناء تلك الكلمة الاندباطية يعني تعطينا خلفية بأن هناك أمور لا أخلاقية حدثت وهو ما يضرب بسمعة الشخص هل لو كان مثلا بوشكريو مدرب أجنبي رح يقول له اندباطية لا 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 ما صالح بوشكريو تنجم تقول إيمام تانمون تخلق بيعرفوه شعب جزاري غير يحبه هذيك ما يعرفوها شكون يعرفها هذي تهدر عليه بوشكريو هذي ومثانين عاودوا نقولوا معلامات الأخرى هذي جنبي مارست كورتليات جنبي مارست الرياضة تتكلم على واحد ليفرح الشعب الجزائري الجزائري في خمسة وتسعين في العشرية السوداء ربحنا الدانمارك وهذا الأمر المؤسف نتوقف قليلاً هذا هو المدرب لخلي مشال الألعاب الأولمبياد كمدربة ودارهم كلاعب وكمدرب هذا يستهل احترام نخليهك ترتاح شو يا داود عميروس استرجع الأنفاس نستعك ونذهب إلى رئيس الاتحادية السابق للكاراتيدو سليمان مزدوية الآن سنتحدث عن ما يحدث داخل بيت الاتحادية الجزائرية لرياضة الكاراتيدو وأنت الذي كنت رئيساً لها ومازلت عضواً في الجمعية العامة نتائج موجودة على مستوى الدولي والمحلي لكن التسهير رائب ومؤسف لما يحدث لرياضي خاصة النخبة والذين أصبحوا يتعلقون في كل مرة وفي كل منافسة همين يرفعون العالم للأسف ومن المؤسف يعني لما ترى مثلاً في البطولة العالمية التي تجرى حالياً أو الدور العالمي في إيطاليا المصارية السليوي كان ورفقة مدربتها ذهبتها تحت يعني تسهير لجنة الأولمبيانية لجنة الأولمبيانية هي أعطت لهم الأموال بشرة يعني الآن أصبحت تصفية حسابات رئيس الاتحادية ما يتفهمش مع مدربة ما يتفهمش مع الأخر يعني يتحملوا ممسؤوليتهم الأخ نازيم كما يقولوا بداية كما يقولوا التحيي التقدير واحترام للأخ داود اليوم الكلام بتاعه ينبع من واحد يعرف كورتليد يتحدث من القلب ويتحدث من القلب هذي هي اللي نحييهم هذا المنبر وكما يقولوا واحد ممكان في التيران يتكلم على صالح بوشكريو أيضاً نجم نقول لك أنا كنت جان كنت صغير نشوفهم في التلفازة لفرحوا قع الشعب الجزائري مش مش مقبول ومش معقول كما يقولوا يخرجوا بهالطريقة الكفاءات الجزائرية ليران أنتكلموا عليها نعود نقول لي للاتحادية الجزائرية الكاراطي وين بصفتي رأي السابق نجم نقول لك رياضي سابق كانت لي رفعت الراية الوطنية في المحافي الدولية في الألعاب العربية ميضالية دهبية في الألعاب الإفريقية شاركت في بطولة العالم مسير على مستوى الاتحادية كمستشار في الرياضة مدة 18 سنة نجم نقول لك نعرف هذا الرياضة والخبايا التحا نعرفها جيدا نعرفها جيدا اليوم وشاويصرا في الاتحادية الجزائرية الكاراطي مش مقبول ومش معقول أيضا لأن اليوم الاتحادية الجزائرية الكاراطي タية كبيرة على الأشخاص هذين لا تسير في الاتحادية اليوم الغلبوا المصالح الشخصية تحم وغلبوا المسلحة الشخصية على المصلحة العامة غلبوا المصلحة تحم على الرفع الراية الوطنية اليوم كان المشكلة كبيرة لتمر به هذه الاتحادية ورغم ضاهر للعيان اليوم نشوفه وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات تلفزيونية راي تتكلم على مشكل على مستوى الاتحادية الجزائرية الكاراتي الصراع راه موجود بين المسيرين اللي رأم على رأس الاتحادية والرياضية أنا كرأي السابق يا بشي كونه أوضح أكتر هو بين رئيس الاتحادية والرياضية بين رئيس الاتحادية بارك الله وفيد واررياضيين يعطيك ساعة بارك الله وفيد طريبا بارك الله وفيد أنا كمال أخداود مدى بي نتكلم بقلبي ونتكلم بصراحة باش نستفهم سبب هاد الانشيقات وشنه بين رئيس الاتحادية ورياضية شوف قلتلك بمعرفتي الشخصية لرئيس الاتحادية اللي كان معنا زامير في الاتحادية في الكارياضي وكا أنا راني مندهش من التسيرتاو أنا يقلتلك التحليل اللي راني ننجم نعطيه لهاد الاشكالية هو أن رئيس الاتحادية كان أشخاصه وراه هي اللي رأي تمليل وعطت ورقة طريق ليرى ويسير بها لأنه غير مقبول وغير معقول باش رياضي سابق احنا فرحنا لما جرى رياضي سابق على رئيس الاتحادية لما سينيت معالي باساسيون قلت له مبروك عليك ما من بالك ما مشيش معاه مبروك عليك أتكل على ربي واخدم الرياضيين لكن أول أمر ليدارو هو بدأ يقصف الكفاءة الجزائرية بدأ يقصف الرياضيين لأن اليوم هذا الإشكال ليس وليد اليوم من الأول الوهلة ليطلع الاتحادية شفنا وين تصريحات الرياضيين على غيرها ديخي حسين لميا معطوب كانت عدة سراحات معها كان عدة رياضيين ليشكوا من الرئيس الاتحادية يا ممو رئيس الاتحادية يكون بمثابة الأب للرياضيين وليس العكس أنه تحارب رياضيك ويكون رياضيين يعني الرياضيين اللي ينميزيوا عليهم دائما يجيبونا يجيبوك الميضاي بارك الله وفيك هذي الرياضيين نممو أنت تحتويهم وانت تورطفر لهم كل الظروف باش يشرفوا الجزار ويجيبوك الميضاي هناك طريقة ديكتاتورية يا داود يعني انت ما تفهمش معايا أو لأنك يعني ما نتوافقوش في بعض النقاط وأنا رئيس الاتحادية يبا أن ننتقم منك ويعني ونحرمك من عدة أمور هي باش تتسجم لازم وزارة شباب ورياضها هناك بعض الاتحادات يا داود ويا سليما لماذا يعني ما لا يتم محاسبته مثلا الفيديو اللي أعطيه اللي بسطنا نشوفه لتدريبات البطالات الجزائريات ومبطالات نخبة تشوفها ما تتدر في بيت يعني يعني عيب وعار يعني لما رئيس الاتحادية يشوف الفيديو يعني تعبطالتها ويتدربوا في المنزل ويعني بكل برودة ولا محاسبة ولا تدخل ولا استدعاء ولا موتول أمام جهة انضيبات وكأنك دير ويش تحبو وكل واحد يحبو يطلع على الاتحادية ودير وش تحبو كان لديهم معرفة وكأنه ليس لديهم ليس لديهم معرفة يطبق على القانون وليس لديهم معرفة وهم يدلنا له هذا سيضر الرياضة نحن لا نحن نعيشه ما شو الأجيال القادمة إن شاء الله تكون العدالة في الرياضة يجب أن تكون العدالة أنا من هذا المنبر نطلب لجوزات شباب الرياضة ينحونا المشكلة في الاتحادية نستخدم أمامي لا تنحن لديك خوك ونجيب أخويا قالوا لا تنجيبوه إلي أنتردي قالوا أنا هنا أنا شاف أنا كنت هنا وحيواني كان معي حيواني ما قبلوش قالوا لا تنجيبوه لا كيف هذه الخاوة نزم نحو هذه المنبر لكي نسقموها لديهم الزافر يديرهم عنبرها لديهم بالرياضة الجزائرية على الظهر الدولة الجزائرية والشعب الجزائري خطر هنا شوف الله شوف الله شوف هذه أنا شكر منهم هذا المنبر هذه اللي أهضرت عليها وراء يتخلص الآن شوف باطل يتخلص وغير أن نوقف معها والله يدلنا لها وقسموا بله ميسلك من عندي أنا أنا هو واحد نوقف معها والشعب الجزائري يوقف معها والدولة الجزائرية وغير أن يوقفوا معها بسبب هذه البطلة العالمية وعطيت لنا أبطال أعطيت لنا أبطال لكي نعاونها نريبها هذا ميلورو قبت لنا ميلورو وقبت لنا ميدايدور لما مثلا في آخر دورة وعنا هذا ميلورو الآن في إيطاليا الدوري العالمي ذهبت في آخر أسبوع وعلى حساب رجل الأولمبية ليس على حساب الانتهادية هاي المشكور على اللجنة الأولمبية ويشون هو هادي البطلة هادي هادي الفحلة باسكو علاسي باستيبوا تولموند واحد يجي يهدار ويفرغ وكل يفرغ يحكم بلعصام ويخمم علي ننتيري التاعو مزيئة وعلى بلي مشكلة بتاعوه من الحق لفوق وحما يدرنا لهذه راحت بلجنة الأولمبية الجزائرية وتعود تروح أنا قولي صاحبي قرأ معايا أنا وحداني مندهش وهضرت مع قيادة دائد وصحابك بيس أما بيش كنا معهم هم تدوك لغالب لتاني يفهموا لقع كما لبرزيدن يخدموا على الفوت يجب أن يردون الناس يجب أن يردون الناس لبرزيدن لإعطاءك المندات هذا ما تخفى لنش وماذا هو؟ شيء بينهم أنا قصتني تاني الكثير لأنني الرياضة الأولى التي أردتها هي الكاراتي عرفتنا رجال كبار مشود، رجداوي مانا حميد لا يرحمه عرفتنا كاراتي كالباس بيو زيد لنوفا جنراتي كما سيسليمان زيد بنقدور صاحبي شمبيون بطل عالمي نقولون ما كش الأبطال عدما طارق عدما لا لا كين أبطال هنا في الجزائر وماذا هو أنهم مهمشين؟ خطر لا كاش ما في الوزارة لا كاش رياضيين سابقين يدعفوا علينا في كل الرياضات أنا داود داود هذا يار أروح يسخسوليه بالدول وليون كيت عندي حراص مرماء أسكي واحد يفور مريقار ديالبيوت كما داود تعالهم أنا مهمش ما نخدمش أنا معهد وما نخدمش أنا ثاني عندي نيف وعندي لغ ما نخدمش مبسح أنا مهمشين بما أنك تطرقت لهذا النقطة يقال نحن فقط هناك أقاويل تقول بأن داود عميروش يعني بسبب عدم منحي كمنصب في الوزارة أو في الاتحادية اللي خلاك يعني مثلا دور على الاتحادية الحالية لا لا أكتر ضعي المنصب يقولي في الاتحادية منصب في الاتحادية لا لا الاتحادية كنت أنا أنا كنت كنت مع بوش ما اسمه مع بو بو عن نقو لكن بعد ذلك فعل بو عن نقو نحن تجدونا بالموالات في شكاية تعزبال حشاكم يجدونا إلى الدورة الفارماسية يجب في شكارا فغير الكيلان ودولة أحمل وخلاك قالوا وكيف موماكا بك عيب ثاني في 2024 أنا في 2024 ما زلنا نهضره لا زلنا نهضره اللي راحت في أول مراجعة والماناجر أول مراجعة لأنه أجنس أجنس منها بو مردس يجب أن يكون هذا المساكل لدرجة للجلسية. وعلى المنزل من المحاسن فقط. وكأن الجوار ساكن. يمكن أن يكون الجزائر على شهر في تلك الشهر. إنه عيب. إنه عيب وعرم. أنه لم يكن نهضر. نقسم معفض المحاسنة. أحبوا لي المنزل ويسكتوا ويسكتوا. إنه لم يفكروا. أخبروا. البطولة الإفريقية تجوز ومع ذلك تقال مسؤولة يجب أن يشارك كل هذا هذا خطر الناس يتشارك في هذه المثالة أنا مبعث لهم المساج أنا مبعث لهم كل شيء مبسح لحياة المنتونادة ويجب أن يكون مؤسس تفضل يا سيسي ماذا نقول لك أخي داودة ويحضر كل شيء أنا نعاود هذا اليوم كل واحد يحضر في القنوات ويجي يوضح رأيه ويقول لك هو يخلط ويقول لك رأيه اليوم يحبوا يسكتون الناس كامل اليوم في الجزائر لا يوجد رجال الناس مباطحين الناس كامل شراء الحمد لله مازال رجال في الجزائر ومازال الناس اللي تسمع اليوم قلت لك أخي نازيم رانا جينا باش نوضحوا الرؤية لماذا هو حاب يهضروا عليه ميترشحش ميكونش رئيس اتحادية مدام رئيس اتحادية تسمى راك شخصية عمومية راك قابل للنقد ولا اللي اسمه اليوم احنا كأعضاء جمعية عامة ياخويا نطالبوا من رئيس الاتحادية هذا باش يعطينا توضيحات وتفسيرات على تسيير التاعه اليوم رانا نقوله شفنا اختلالات نجم نقولك في التسيير المالي في التسيير الاداري ما نشرح انها دروع اليوم كما يقولوا مسؤولين وكاين الناس مختصين وكاين الناس مختصين وماليا ما حيني حسبوك تسير لكن في الجانب التقني كخبارة نجموا نتكلموا في الجانب التقني وين شفنا رياضيين بزاف على مستوى الكاراتي رياضيين مستوى عالي مهمشين انا قلت لك انا لما رحت في الالفين وواحد وعشرين خليت له الرياضيين اللي كانوا ناجمين يكونوا ابطال اولمبيين قلت لك كانت لمية معطوب وكانت دايخي حسين كانوا على بعد امتار من الميضالية الولمبية لكن بعد كما يقولوا انتخاب رئيس الاتحادية كسر كل مبنيناه في ثلث سنوات ولا اربع سنوات لماذا المحاسبة غائبة بالنسبة لريدة كارابة يعني هل هل مثلا هذا الرئيس يعني انتو شاب او انه محمي من طرف جهات رغم ان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في اول خطاب له داود عميروش عند انتخابه شدد على ضرورة الاهتمام برياضية النخبة ولما ترى مثل هكذا تصرفات يعني رئيس الجمهورية يعطي لك اموال يوفر لك الظروف والامكانيات لكن يجي مثلا رئيس يعني يقوم بتسيير الاتحادية لحسب اهواء ما نتفهمش معه رياضي اذا ما نعطيهوش البيهي وما نعطيهوش الامور من اجي يشارك هاد الامور يعني غياب غياب العقوبات وغياب الرضع هو اللي يخلى مثلا رؤساء انا جاي لك انا جاي لك انا جاي لك انا جاي لك احتى اللي بقوا دائما فيه الاخ نازيم اليوم هاد الرئيس قطلك في اثناء الجمعية العامة والاثناء المكتب الفيدرالي قالهم انا انتوش قلهم ما عندهم ما يقضوا لي انا قلت لك قلهم امي غيطوا باطل يا هادرو يا هادرو انا معليش رانان هادرو ما رانان نوضحوا للرأي العام باللي طريقة تسير هاد الرئيس هي طريقة خاطئة وبالادلة والبراهن اليوم رانان جينا هنا مجيناش باش نتكلموا من اجل الكلام لكن كين واتائق وكين مستنادات اللي قدمناها الوزارة الشاباب ورياضة وقدمناها المصالح المختصة ايضا الاخداود اليوم ماش رح يسكتنا على الكلام الكلام كما يقولوا يكفلوا القانون ويكفلوا الاسم اليوم ليتكلم يعاقبوا انا اقول لك عاقب امي مو ناصير بالعدالة معلش ليش فرغين شغط ليش ليماجيستر نروحوا العدالة انا قابل نروح العدالة انظر لك رئيس الخطر رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية سيد عبد الماجي يتبون لكي يكون هناك خطر الناس يستعملون النوف واسمه رئيس الجمهورية الجزائري رئيس تعنا مجمونا انترويوني عنده انتظري يا هيا حاكم الاركان والاسمه ريسا لم نحن اقيتنا لم نحن اقيت هذا فهم ان الناس يستعمل النوفوذ ليس اناس ويقاموا المسالة جيدة اناك رئيسة اصابة السبجان جمي يشهد الوزير سابق انا عمدوت امي بشياء الاساسي يستعمل ورئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية تختاري الوئكازين. في الحالة تخطي الى الشوارع المقرومة. قمت بسيطة الوئرية على الرياضيين النخبة. ويساعدون الرئيس الجمهورية لا يزرعون. لا يزرعون. ورئيس الجمهورية تختاري مجددا. المكسيموم هو لو يزيدنا في صالة هو اللي يعطينا سبعمية وثلاثين منصب للرياضيين للنخبة باش عودوا يولو إطارات في وزارة شباب الرياضة ويقولوا مدربين من بين برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهو يعني الاهتمام برياضيون النخبة لأنهم هم من يمثلون الجزائر ومن يرفعون الراية الوطنية سليما والله كما يقولوا اليوم رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية عطت أموال ضخمة للاتحادات ودعمت الرياضة الجزائرية لكن اليوم المسؤولين تحاد الاتحادات ونجم نقولك مسؤولين تحال الاتحادية تحال الكاراتي ما رأهمش في مستوى السياسة العامة للدولة الجزائرية لأن اليوم الدولة قدمت إمكانيات دعم كاين قلت لك الاتحادية الجزائرية الكاراتي ما تلقاتش دعمك ما تلقات وفعد لهذا أموال ضخمة حوالي 50 مليار أموال ضخمة لضخها في دراسة لكن هذه الأموال لا أسعر كما سمعت البارح مع داود لا أسعر في الهوندبال لكن لا يشتتماشى سياسة الدولة هذه أموال الدولة وكما يقال هي أيضا أموال الشعبي لابد من المحاسبة بالألفرق والدينان الواحد على هؤلاء وكما نحن في قول في اليد تفضل لهم كانت فريق أقل 19 سنة قبل أن يذهب إلى الوقت ونحن نحن في الوين ديروستاج نربو سوين في بوبرداس ومعندما لا يوجد قاعة جاهزة تمارس فيها تمرين واحد أنا نعرفها القاعة تعمل بوبرداس الآن داود سنتحدث عن تصريحات نطلب وزارة شباب رئيضة رئيس أنا لا ندخلوش إلى توكيبي أنا نقدر الوزير شباب رئيضة سيد حمد سيد حمد نحن الاتحادات ميروحش لزوتان برا عندنا لسنتر لزيكيب ناسيونال يتوليزيهم دلع دلع لزوتان يسألوا بتطمراير بربع ملاير وين أنا رايحين وين أنا رايحين ألوكو عندنا سويدانية عندنا الباز عندنا عندنا سيرايدين ما شاء الله عندنا تيكجدا في كل ولاية بأكيد عندنا تعبسكرا وشنوه أنا طلب لهم تلعت وقتشهي وجد تعفوك تعفوك وقتشهي وجد هاد السنتر حتى نموتوا خلونا نفرحوا بها سيد وقتشهي وجد كما دلتوا المال عبدالونا هاد السنتر تعليزي كيب ناسونا وينتولي الاتحادات عندهم قاعة تحهم ما يتولي زيو تنسبور لزيو سرفو دراهم وزيو دلهم من سنتر دي جبال جيمون ما كاشفوا نياكلوا مع الزوتان نبقى معك دائما داود عميروش ونتحول إلى كرة اليد وإلى الندوة الصحفية ونتحدث عن أبرز ما جاء فيها بما أن المدرب صارح بشكيلي وذكرك في التصريحات وسنتكلم سنتكلم عن أهم تصريح قاله بخصوصك أولا المشكلة انطلق بين رئيس الاتحادية والمدرب في السعودية المدرب يعني طالبة دار تصريحات قال بأن التحديارات لم تكن بطريقة جيدة كانت عكس تيار الرئيسة أولا وتانيا يعني اشتكى من نوعية البيسة الرئيسة يعني انزعجت من تصريحات هذا المدرب يعني وقالت سيخرج لطريق قبل أيام عن انطلاق الكان جاءت وقامت بإقالته وكأن هؤلاء الاتحادات يعني أصبحت ملك لهؤلاء الرؤساء أو أنها ويرت يعني ويرت ترك لهم أبائهم وعائلتهم سنتحدث أولا عما قاله المدرب صارح بوشكريو في معظم تصريحاته ركز على شيء واحد وهو المناجر العام لمنتخب كورك قال بأنه عندما أنضيت العقد يعني قال قدرت فيه اهتيقة لكن خدلني قالك في التربوسات لم يقوم بمنصب المناجر وإنما قال كان يصور ويقول للرئيسة أنها اللاعبين يعني يتكيفوا سجائر قالك أيضا كان يصور اللاعبين وهم في غرف خفض الملابس وهم في الفندق أولا نعطينا ما يحدث يعني منصب المناجر هذا وقصته ما بوشكريو عند كل حرية ما عليش المنصب المناجر الناس قاعدة بأنهم سيد خفق وما زالوا ما هي نهار جاءت لنقاطنا ما يعرف كورة اليد هذا ولم يصبح مشكل من في البطول العالمية ومن بعد نقلب الأحوال نقلب الأحوال هذا هذا المناجر لا يوجد هذا حصلوا به لكن الديريكتور الذي يمشى هو الذي يجعل هذا المشكل مع الوزير السابق الذي يعطيه انتعامين لا يوجد تعامل بوشكريو وما أدرك لا يوجد تعامل لا يوجد ما يقول لا أنا خالق هي من بوشكريو غلط لا يوجد بوشكريو لا يوجد أن تقول هذا في دول الصحفي وحد وخر لا تقبل أن تعمل مع التاقم فيني فاشل حراس يشكو هي نورمال منصالح بوشكريو هذا هو المشكل تاعت ما تعطيش أهمية المدرب حراس المرمى ما شاء نتكر هنا ما مش مشكل جيب مهب ما كش مهب جيب ليح زرماني ما مش مشكل وش نوال لازم تعطوا أهمية تعال المدربين حراس المرمى انت يجيب لعبين معك مقبل يخدمون المدربين حراس المرمى كما يجيب معك مدرب يخفق مع عربها غربي يدرب حراس المرمى لا لا أنا نورمال بوشكريو كنا عرفون نعرف صالح هكذا هكذا كوركت هكذا هكذا ما شاء الله كان مضغوط كان عنده دوغوطات ماشي دوغوطات ماشي ماشي قلق الخوني قالك الوطات في التقاء لماذا بوشكريو صالح بوشكريو في الديانسي بعد لعب عنده الفارق الوطني بعد جاب راح عن تهمي داروا معاه اوطر ينور اجوان في دوانبير طراز أنا كنت مدرب حلاص المرمى صالح بوشكريو كان دائره صغير دائرنا قاع نحن شغل صغير مي بسحنة لكي نضرب صالح بوشكريو في الظهر لازم نكون سواء مهبول ولا فلت ولا سيبانورما أنا نبقاوم عن المناجر قالك أنا جبته لكنه كان سبب فيه رحيلي قالك أنا من جلبت سيغربي كمناجر عام للمنتخب الوطني قالك لكنه تسبب فيه صالح تستهل قالك لكنه تسبب لكي جب واحد يعوني جبت واحد لبرك اعتارف اما لا تستهل تحدث عن نقطة اخرى قالك الاتحادية طلبت مني قتلي يعني يخلي لاعبين يولفوا يسافروا في الحافلات قالك لكن رئيس الاتحادية دائما يلقوها في الدرجة الاولى في الطائرة بسيط جابت لاجنة صنبو مردس ادو سيدي زيكسترا أنا بدأ بي فتح تخلي خيار كريتا كريتا بشكري لا يعيش هاتش لتدريب المتاح قالك من عودش نولي في حتام منصر هي الممو الدولة الجزائية الدخل بسيط صالح بوشكري يكملها ومن بعد سهل هي ما يخدم ما يدبر عليها قادك اعضاء مكتب الاتحاد الفيدرالي الاعضاء لا يوجد اعضاء انا اعضاء ادو الغالب عليهم بار ثلاثة كانت ثلاثة لم يوافق يغادر خطر هاد الاعضاء وكيف تزقيلهم من رئيس نهار تحب تدير الشرط تزقيلهم من رئيس وكيف تزقيل مكتب الفيدرالي خلاص ما تجميش تكلخينا انا اولاد كورت اليد انا 15 سنة في اتحاد انا عشنا مع رحموني تعلمنا كل تعلمنا مع بو زيدي مع الانسيان بريسيد ديريجان ديريجان مع عسي حميدة لينحيي وربيض يجيب لونشفاء كان عرفنا ديريجان كما بالحوسين انا من يقنى رائز انا اطلب رائز الجمهورية رجع لنبالحوسين سيد عبد الماجي تبون ولا كحايب كورت اليد الجزائي تسقم رجع لنبالحوسين بالحوسين نخرج من المجمع البيترولي شوفوا نراهم ديريجان الرسالة واضحة بخصوص تصريح اخر قالها مباشرة حتى الجمهور لو تابعنا سي اعميروش داود قال اذهبوا هذا سي صالح بوشكري الى داود اعميروش وقولوا له انني لم اكن سببا في راحلك هذا الجزء الاول الجزء التاني قال على الاقل داود يهضر في الوجه لو كانت تعطيه الجمهور صورة واضحة ما حدث بينك وبين صالح بوشكري وقلنا دخلنا في طاربوس واذا نطاربوس دخلنا من اشهار في رمضان كنا بوشكري اسمه ابو عنيق محمود عجوان وانني وانني شاف واسمه الاخضر حرش كنا كنا انبوست معلومة قال ان تذهبوا البي هي انا جدرتنا بشت نحي غربي بعد فقنا خطر لم يحب ديميسيوني عنده كونطرة وانني عندي كونطرة تحصلوا بي من حقه يبقى بشت وانه بحث بينا قلت لهم ابو عنيق وانني اعطيهم ثلاث ملايين بار موان شغل السوسيال انا كم سمعت هذه الكلمة سمعت هذه الكلمة قلت مندي ماندي مع في كوتليد خدمت بينا اصمع المرة الشيطان وكل خات انخير ليس شيطان صح صح لا ستكون محاسبة لحسابك لا اعطيهم لهم مقبل لازم تجيب البيان واشدار واشصرف واشكاين تم في الفريق خطر يتهضر علي بشكري الناس يعرفوا مشكري ويعرفو هيا لازم تكون محاسبة اموك اموك يحسبونا احنا لانه نحضر وحسبونا موش مشكلة اموك بشكري واشدار بعد كي اذهب إلى خطر واشصدار حرارش واتحاد الاتحادية وكانت مخدومة اموك لا من اموك صاحبنا اخونا الاعيض علي اهد الاخدار ولا احسي مع موش واذا يخدم ويرو لقد سيتم وانا ستنفعل حرارش وتنفعل واحنا واذا كنت أردت بالحضر على بلس 2 طرح و يقلوا في قناة موضوع الحياة و قالوا صالح بوشكريو و قالوا كما تدركوه وقالوا صالح أردت موضوعا و قالوا لا لا وقالوا لهم وقالوا بلسكورون العراب ونردد دخوله بالأرض و قالوا بوشيوخا و قالوا لا ادخلوا خارجة برقب قالوا نجلبوا لعبين الشباب ثم قلت نحن عليه و تعالي أسرع لما عليك و يعتبر الله يجب أن نريد ما يرى و سأجدنا لأسرعها لسألنا أنى مرحلة يجب أن نتأكد أن يسيرين و يجب أن يسيرين و يجب أن يجب أن يتعلم نحن ينظر بالمدير لذلك كما نحن فقد خلقون بأسرع مهلا و أنا سأتقل لتعلم لأنه لا يجب أن يستخدم يجب أن يكون هناك مجدداً. هذا مجدداً. نحن لا نفهم بشكل كبير. لكن لا نقوم بإمكانك. صح أم لا؟ صح. ماناجر يقولون أنه لا يوجد بوص ما يوجد. حتى وزارت شابة بوريادة. فقد قلتها مجدداً. لا يوجد بوص ما يوجد. ونقوم بوص ما يوجد بوص ما يوجد. تحدث السيد صالح بوشكريو في ندوتي الصحفي وقال عيب على مسؤولين الاتحادية لما وصفوا إقالتي بالأمور الاندباطية. قالوا على الأقل لو احترموا اسمي واحترموا عائلتي تحترموا أبنائي احترموا محيطي لأن كلمة أمور الاندباطية لها خلفيات كما قلنا في بداية الحصة. على الأقل لما يكون يعني تعلاق بتراضي بين الشخصين يعني كل شخص يشوف طريقه باحترام. ونفس الشيء وفي نفس السياق هل لو كان بوشكريو نفسه مدرب أجنبي كانوا سيقولون عنه أمور الاندباطية تفضل. والله الأخ نازيم كما يقولوا احتراما للتاريخ هذا الرجل واحتراما ما قدموا للكورتليد الجزائرية واحتراما كما يقولوا قاعد باركورتاعه هو كفاءة جزائرية لقدمت للجزائر وقدمت سما ما نحن نعرف عليه يخرج بهذه الطريقة. لأن اليوم نعود نقول لو كان جاء مدرب أجنبي أس كاو يروح هات صريحات ويقولوا بالاك يدحقه ويزيده ويقيمه. ويميلورو كان يدح الاندباطية. ويميلورو كان يدح الاندباطية. نروحوا الكاراتي أيضا جابوا انطرين ريجيبسيان. بالاك ما عندوش الكفاءات اللي عندو هذا. كي سمعت دوك اللي كان يخلص به. دوبلي يدح في الكاراتي. فما بالك في الاندباط يرى همون لفوت لسبور لي. فهمني هذا أمر غير مقبول. أنا قلت لك بسفتي إطاره بسفتي رئيس. ما عندهاش تفسير. وكان واحد جاء من عائلة الاندباطي ولا من العائلة الرياضية الكبيرة. ما يديرش هذا اللي. نعود نقول بالكش كولياوي كونسيه هذا الرئيس أيضا. نجم نقولك المحيطة ما كاش أليس منكم رجون راشيد. ما يعنيش مش 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 إشكال في التفسخ مع هالعقد ولا ليوم هدية. هدية هدو العدل. طريقة لي. طريقة الإقالة. طريقة الإقالة. طريقة هذه اندباطية لي ماشي مقبولة. قلت لك أنا كرئيس. وهذا الطريقة ويقوم أيضا بها رئيس الاتحادية الجزائري الكاراتي. تقول خيرهم دع كيف كيف يا رب. ثم يقصون خيرهم قال أنا قصانع بعامين. واش قدمت قعل الكاراتي الجزائري. كإطار وخدمت وخليت لهم فريق يمشي. قصانع بعامين واني متابع معه قضائيا. بسبب جلست هنا في قناة الزاير تويب. وين ندت بالتجاوزات وندت بالوشو يصر على مستوى الاتحادية. لقيت روحي معاقب عليه. قضية تانية بما في ساعة مروريا. كيف خرجوا الاستوديو يعيطونا. ماشي بارك الله فيك هذا أمر مش مقبول. وكان بصح كنا في عائلة. ولا كي الناس اللي مروا اسموا. يحكموا هاد الرئيس الاتحادية ولا هاد الرئيسة. يقول لها ما شو الأشخاص كبوشكريو ما يتعاملش بهذه الطريقة. اليوم مرى ناشي نقوله باشي. ماشي رياضي. عندما ترحب. رياضي ولا واحد من العائلة صغيرة ولا العائلة الكبيرة مرمي. وهذا ما يؤكد لنا عندما تعطى الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة. وهذا هو الأمر المؤسف في عوض يعني ما يتحد الجميع كرياضيين لاعبين مسيرين إعلام. من أجل أن ندفع بين رياضة والرياضين إلى الأمام. للأسف أصبحنا نأتي من أجل الحديث عن الكواريت. نبقى دائما مع السيد صالح بوشكريو في تصريحاته قال كنت أتقاذ في وقت سابق 80 مليون يعني كي كنت في المنتخب الوطني. قال كنت أتقاذ 40 مليون. قالك لكن عندما رأيت أن المناجر الحالي لمنتخب الوطني يتقاذ ضعف الراتب. ما هو المهمة المناجر لكي يخلصك أكثر منه؟ أعطوني ما هو المنصب المناجر لكي كنت أتقاذ 80 مليون. المناجر لكي لا أريد أن يزيل الكواريت. كيف يدلون هذا المبلغ؟ وزير السبقاء والديركتور. لأنه كان لديهم معرفة. لديهم معرفة لأنه كان هناك تقلب الدنيا. وكان يقول كيف أشياء. ليس صحيح. ليس صحيح. ليس صحيح. ليس صحيح. ليس صحيح. ليس صحيح. إنه صحيح. ليس صحيح. ما هو المحاسبة. محمية المتلق الطبيعي يتحاسب. ما هو المتلق الطبيعي يتحاسبه. لا، يدعون وزير السفادي على غلطاته. ليس صحيح أ Ärsou Ferenchi تتخدمه. وغلطة المتلقه. لدينا قارب أفضل طبيعي يتحاسبه. ليس صحيح. ماذا بعده على هواوا فهو لديه امر الجميل في داود اعميروش رغم انه لدي عديد متدخلات يعني ما يخاف يعني يقدر ان يكون مثلا الشخص باسقنا حبا لدي انا بسمي اعميروش انا انا كما اقول اعميروش انا انا بكنا انا في الحرب اتو داود اوشي اسمه انا ناضع نحب بلادي باسقنا نشوف العوج وانا نحبي وانا حبي الدخل نحبي داود حتى وكان اتقول لك منصب مثلا زيادة ماذا يعني معنا في المراكب اولمبيان اي ملاح هذا يعني مصب في الوزارة لا 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 أعتبر أنا أعطينا أعطيني أنه يضع مدرسة حراس المرمى أنا نطلق حراس المرمى أعطي المركبة في أولمبي أعطي يضعي أعطي أعطي ونحن أترى أن يصاب الناس بطن يجب أن يحرمون لهم ونرى أن يكونوا مديرين وأن يحرمون مدربون أمر محزن ومغصي نحن دونه الآن إلى رياضة الكاراتي ونتحدث عن المدرب المصري اللي قيل عنه الكثير هناك من قال أنه ليمتلكوا شهادة وهناك قال يعني مشواره ليم يكون كبير لكن نتائج كانت معه يعني يعني ليشوف اسمحني من الواضح نتائج معه لكن لابد أن نعرف يعني يعني أفضل رياضيين نخبة المتواجدون حاليا يعني بدون مدرب يجيبون نتائج أخ نازيم كما قلت ليس الخبر كالمعاينة الناس من اللي تشوف من براك دا يقول لك المدرب المصري هو ليدار ودار أي عقل وهناك أخي يا داود ما عندناش مدربين في جزائر يعني أسمعت صريح صريح في قناة التلفزيون الجزائري رئيس الاتحادية الجزائرية الكاراتي سيد غوري يقول لك بل لي ما عندناش مدربين وما عندناش كفاءات أنا ما أجب لاش مصري الله في دراسة يحكي ما في الله هو قال أبوزه قالوا فاتر شيء لا يعطيه قالوا ربعين سنة ما ترناش نتائج حتاج المصري هذا هو الأمر يعني التهميش الكفاءات الجزائرية هذا شوف يعني هذا ما يحز في أنفسنا ودولة الجزائرية تصرف أموال كبيرة تاني على جل من الإطارات باش نتفورمه التكوين هذا صريح خاطير جدا وكما يقولوا تهميش للكفاءات وتهميش للإطارات وتهميش للمدرسة الجزائرية والجامعة الجزائرية صدر من رئيس الاتحادية وهذا نطلب وطالب تشحال مخترا وكانت رسالة رسمية لوزارة شباب رياضة باش يفسرنا يخرج مدابية يخرج باعتدار رسمي لرئيس الاتحادية لعائلة الكاراتي والعائلة الرياضية وأيضا يتحاسب على هذا التصريح أنا من هذا المنبر كأعود وجمعية عامة نطلب باش يتحاسب على هذا التصريح ليمس قتلك مس الدولة الجزائرية في العم مساحة تسليمة كان غيرتها في الجمعية العامة ورهم الحظة لماذا قتلك داود أنا اليوم أنا جاي بيوع ما شم بيوع أنا جاي نهضر ما عندي لا ناقة ولا جامل خاتش هو هو يقول لهم بلي هاد الرئيس سابق أو حابي عاودي ولي الاتحادية ما عندي نياف شنو من حقك تقول لي دا عندك الكفاء أو لك شوف قتلك اليوم كلمة حق نقولها قال لك كلمة حق نقولها ولو في وجه سلطان جائر خاتش اليوم راه يدولتهم أنا على سبادي راني نشارع معهم قتلك رام يستعملوا النفو التحهم رام يستعملوا اسمه لكن دوام الحال من الموحد اليوم راه كتفو دولتك كين الله عز وجل هو اللي راح يقس فينا لي مليوم أنا حاضرين هنا باش أمام الله عز وجل باش نصفوا الضامر تحنا وأمام الرياضيين هاد وما لي رام محقورين هاد الرياضيين اللي ما هن يحسبونا أمام الله عز وجل وأمام دولا كين دولا وفرتلهم دوروف هاد الرياضين اللي هكتشوفهم هاو دايخي بالدم الناس حاربوا على حلاصة حلاصة بطل العالم لي تم تهميش تاعو درجة ما تسوش راح لامريكا وحده جاب بطل العالم ولما جاب الميدالية جميع استقبله بالورود وكأنهم همس أصحاب الإنجازة همس أصحاب الإنجازة ترك فهمت الطريقة اللي راي التعامل بها الاتحادية اليوم نعود نقول لك بوشكريو يخلص 40 مليون وتجي تشوف رئيس مدرب مصري اللي جاء نجي من قول لك بطل عالمي المصري لا بطل عالمي ولا وسمه عنده رياضية كما شيخي ديهيا عنده رياضية لا لا شيخي ديهيا بطلة عالمية حبيت لقول لك شيخي ديهيا بطلة عالمية وفوق هذه مستشارة في الرياضة قرأت في الرياضة وكونت وطلعت موزورة نشكر معهد تعنات علي استياسي خرجنا لقائب الأبطال وخرجنا الأبطال نحاوها بارك الله فيك نحاو الشيخي ديهيا وجابوا مدرب مصري همشوها باش وكل إنجازات تحا دارهم للمدرب المصري اليوم صالح بوشكريو يخلص 40 مليون والمدرب المصري يخلص دوبلوش خلص صالح بوشكريو هذا غير مقبول سعناتك حاجة شعال كان يخلص صالح بوشكريو في الخارج شعال خلال صالح بوشكريو في الخارج خلال صالح تعمى قرب 100 مليون شعال بعد يجي من منذ هكذا يا وزيبون بريس حبوا يمسخوا ما دية طريق اللي تشوف النتائج أيضا نتائج تعل الاتحادية الجزائرية رأنا نحكو غير عن نتائج تعل الألعاب البحر الأبيض المتوسط نتائج الألعاب البحر الأبيض المتوسط ما جات من عدم أنا حضرت صريح تعل السبقاق السبقاق الوزير السابق قال لهم باللي في حالة وما كانوا ش نتائج مشينتوا ما الاهر كانت تتحملوا النتائج قال لهم يتحملوها الرؤسات السابقين ورأني مسئول على كلامي لكن لما كانوا النتائج فصونا احنا قللين احنا الرؤوسات السابقين مادرنا والو والرئيس الحالي هو ليدر كلش في حين ان كل النتائج المحققة هي اه بدات من عندها بدات من لها سواليت يعني تبارك الله فيك مشينقول لكن الناس كاين اه ناس لي خدمت مبارك الله فيك عمي خدم خلات عمي خلات عمي يحقنا لنزتكم اليوم هاد الرئيس حبي يمحي كل الجهود اللي قاموا بها ناس ودار غير هو تسمى امام الكاراطي بدأ من اللي جاقوريا حاجة سيسليمة جو بروفيد لوكازون سيسليمة بوبكر مخفي ربح فطاسنا ربح فطاس وينه اللحقة باش نستعرف بارك الله فيك ورجعوا له الحق تاعه ولغوا كل القرارات التاع الالطاس الجزائرية والتعالجنة تاع الوزارة شاباب ورياضة ورجعوا له الحق تاعه ورجعوا له الاعتبار وايضا لزموا الاتحادية الجزائرية الكاراطية باش تخلصوا 250 مليون تسمى نصف المبلغ لدفعوا هو الطاس وهذا اليوم احنا هاد الصراعات قلت لك باش كل الطاقات والناس باش تكون يدوحدة لهاد الرياضيين باش ندعموهم وننذيرهم عشينا احنا في الصراعات والاقصاءات ونخسر الناس تخسر الوقت تحها وتخسر الاموال تحها على جال جميل جدا نعود الى داود عمروش ونعود الى الندوة الصحفية كنا نحن في نحن كنا في كرة القدم وهي الرياضة الاكتر الشعبية نسمى يعني رئيسه دخل في عمل مدرب رئيس قام بخطة للمدرب لكن في كرة نازيب رئيس الاتحادية الجزائرية الكاراطين نجب ان نقولك يدخل في عمل المدربين جاب مدربين اللي ما عندهمش اليوم احنا الجزائر كان يقول داود عندنا كفاءات وعندنا اطارات وعندنا ابطال عالم تروح تشوف المدربين اللي رأهم على مستوى الاتحادية اليوم ما عندهمش نتائج وما عندهم باش رئيس الاتحادية هو اللي يدله مفاقق او جبد النقطة شابة لكن قال بانه رئيسة الاتحاد يا كريمة طالب قالتك عندما انضيت العقل لك اعطيت لها الشرط قلت لها يعني ما تدخليش في العمل قال لك لقيتها الدخل في عملية قال لك ولما طالبتها قلت لها لماذا تدخلي فروق قلت له انا مدربة وابنة كرة اليد يعني عندي انفزيون سكوش يا برك اسكوين بحتي اسكو عندها الديبلوم عارش تكره واحد مدرب حبينا رواب حي وابنة كرة الديبلوم وابنة كرة الديبلوم اسكو عندها الديبلوم هي باش تكون مدربة اسكو عندها اسكو عندها اسكو لعبة مارس تكورت اليد مارس تكورت اليد هي عشت كلا صالح بوشكل يوم انا لكم فاهمكم باش تفاهموا هي غير استطالت قبل ما يعودون حيوان نحا تربح قريش باش تربح قريش بدلها حتى لعبة من فريق ابو مردس بعد الدخل تسيب القاضي موديل العام بتاع الوزارة تم الوزارة دخلت قال لها ماتوشيش ممنوع ديجا ماراكيش حتى تتعاود لزيليكسيو ويولي قريش قالوا كجارية دولمان بدا زد الفريق الوطني باربع لعبة تتعبوا مردس دوكام لحقوا السبعة التمليا هي تحب المدربين اللي يسمعونها والطعام فهمت بوشكري وما يمشيش هاديهم الرجال اللي يحبون الزن فريق الوطني يروح البطولة الافريقية باكاش لعبة مبو مردس بعد يقولوا ستة سبعة نحن نعطيك حاجة كي كانت لاعبة تحتها هي الرئيس النادي امام هاديكس قولها الفريق الوطني ليس نضرب من ناكل دوك هدا ناكلوا عنها ستة 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 ان شاء الله الوزارة تدخل شنو انا نديمسيون من الوزارة ونعيش في البراطو انا ننحشم نضرب باكاش ندير مشاكل باكاش بطولة افريقية والفريق الوطني تعني هذا الدم نحن 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 هنا تكون كورتلياد تمشي سألوا فيها وشنو هو تليملي في كورتلياد اكيد اكيد الجميع يعني يعطيك صحة في بط تدخل وزارة هي اللي تمشي في السرية ولا الديجي دي سبور ما حبش يدخل ولا ما يعرفش يدخل كان وزير شباب رياضة عدل عامين واسمه الامين العام الامين العام اللي يحييه سيتام ماجسترا ومشاء الله لازم يدخل لازم يدخل قانونيا لانه قال في تصريحاتي قالك بما ان الوزارة استمعت للرئيس الاتحادية عليها ايضا ان تستمع اليه حتى يعني حتى هذا القاضي يستمع من الطرفين لا تستمع من الطرفين لديها علاقة مع الديجي دي سبور ويحب العاونها لا تجد تعاون شخص لا تجد تعاون شخص لما يجبه الانه شخص صارح جدا هذا ما كان هذا ما كان ما لدي هنا في راسينشكي باسكو سكيس باسكو ايه ما يكتبوا على رئيس الجمهورية والله ما يلحقون الصح والله لا دم ما يلحقون الصح او يلحق الصح على حسب لك القناة كما تزهرتوا بالهدف باسكو ايضا ايضا انا نهضر انا نهضر كصحفي كرياضي سابق ومستوى عالية ايضا 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 يجب ان نكون لبن نكون لنزا وهذا حقي اعطتوا للدول الجزائرية وما استطقوا عليه ونشكر جيدهم لا يرحمه ولا يملك لا يرحمه بالعودة اليك السيمان وما حدث للمدربة المتخب الوطني داهية وشبلياتها اعطيني الفيديو بسط من فضلك مخلجنا بسط طوبال حتى يعلق عليها رئيس الاتحادية السابق سيسليمان مزدوي لتدريبات البطلات في منزل تفضل في المنزل يعني عيبو عار بلد ضحى عليه يعني مليون ونص شهيد وأكثر من مليون ونصف شهيد يعني برجاله بأبطاله بتاريخه بأمواله يعني تشوف هكذا بالمعنى الدرجة يعني يتمرمده وبطلات وش من البطلات بطلات نخبة يعني شوف سي داود يعني تقدر تتعلق عليه تفضل سيسليمان وما بيد داودي قلت لك سيئيمي كيف تسمع داود يهدر ولا تسمع الحرارة التي يهدر بها كيف كيف أنا لما نشوف هاد الصور نجي من قولك قلبك يتقطع هكذا نسو بطالة إيطاليا وبطالة إسبانيا بالفيدون هاد الزوج رياضيين بالمدربة التحهم غلبوا أبطال عالم من هاد الفيناء واخدت سيليويكان بالأمس خدت ميدالية ذهبية نهنيوها في إيطاليا بالأمس يعني تدربت ليك مثلا على البيدون والكراسي القديمة هادي في صوباليا ما تشوفهاش في شاد ما تشوفهاش رغم أنها هاد ولا محاسبة دا والأمر اللي يطرحها اليوم اليوم علاش قلت لك للناس اللي هي تخبي على هاد الرئيس ولا الناس اللي هي تقول أنا رئيس محمي قد ما تكون محمي بصح لما يجورش تصو أمر للجزائر هذه صورة بلد صورة بلد صورة بلد صورة بلد قلت لك الأمر قلبك يدغطعت هذه في وقتك على الأقل محددش يعني محددش ومتحددش خادش قلت لك كين اهتمام خاص بهذا الرياضيين اليوم علاش قلت لك تكلمت مع الشيخي ديهيه اليوم سورقة تعبوها وسورقة تعب هاد الرياضيين لأن اليوم نجم نقولك بمعرفتي الشخصية بالاتحادية الإمكانيات اللي نورمال مو يروحوا لهذا الرياضيات راحوا في فلاسة واحدة أخرى اليوم هاد الرياضيات اللي ما حين يحسبونها الدولة أعطت لهم الحقوق وعطت لهم الإمكانيات لكن الناس كين الناس اللي ربي يأخذ الحق دولهم حقهم وخلوهم لحقونا كما قال ابن شيخ في الهداف ولا هما اللي لحقونا الناس تضحك علينا هما اللي لحقونا لهذا الاسم وكان احضروا ونردونا الكلمات وجود يقول لك ها تفضل هذه حاجة ما احضرنا شعليها جابت مدير فني للإتحادية الجزائية احنا نبكرين قولوا جيبونا مدير فني هو صديق نعرفه يعني ساعدوا واحدة خمسة عشر سنة ويخدم بريبارتور الفيزيك تع فوطبول هذا كي راح له ثلاثة وقدت تقدم الى فني هذا ويتفكر بلي كيل هوندبار كي راح له ثلاثة احنا ايضا قانيت على مستوى الكاراتي كاين الاطاراتي راهي تفهم كاين حاجة تاني سليما سمح لي نقاطعك باش نكمل فلان ونصي والمودير فني ما علي شكي جيبتي هذا المودير فني كان ندوق في الفوتبول ما كاش وخدرا فقطع بارك الله فك بيتياه نعود لولي فقط داود فقط ما اضلناش على السعودية سنتحدث عن السعودية سنتحدث يعني انا جايين نقطة بنقطة اه تعلقنا فقط على الفيديو هذا داود لي ما صورة الجزائر اولا قبل الرياضيين قبل ناقع هذه صورة الجزائر هادي بلا ما نكونو داود احنا رياضيين بلاولو هادي هادي ما عنداش حاجة حضر لو تتروا عندي انا ايساءة للدولة الجزائرية ايساءة للجزائريين ايساءة ايهانة للعالم الوحان للشهداء لكل شيء عندنا لزالم يا نحن الجزائر باش يكونوا في علمكم ما باش يغير الجيش اللي ولا البرزيدانس اللي او على بنابل احنا كمواطنينا على بنابل الجزائر مستهدافة ونصنو في يوم مستهدافة من عند الاعداء وقدار انا نعطوه انا نعطوه للاعداء يضربوا علينا تشوفهم تاديوا في المروك مم كاينة في المروك يهدروا عليها شوف احنا نهار كاملها للعالم والناس يدحكون نحن احنا عنا مشاة طردية في الجزائر احنا ما شاء الله قوة قمة كاين انا مخصوصين لا لا مخصوصين القيمة غير فكورت القادم انا مخصوصين عنا دوصال اسمع لا لا عنا مركبات معلش نادرين مركبات على المتخبات الوطنية مدانية كاينة نيه وراهم ماش مستعملية شوف دون كاليطارهم ماش مستعملية وكاين اللي اهتروا يعني ما سلوطان حافظوا عليهم يبقى في المستوى بسكو الاتحادات مايجوش ياكلوا مع الديركتور هذا كتاب مع الوزاة شاباب ورياضة هم يروحوا ببرا يحبوا قاعدها اما نخدم مصالحي شخصية او اما تذهب بسعادية مايجونا نقوله قاعد الناس على برام زيادنا الدولة السيفيس سيكوريت على برام كله يتبعوا كله يتبعوا كله ان شاء الله الفوق يأخذوا قرار ان شاء الله تكون قرار تردعية يعني ومحاسبة خطر عليك يعني الفرق بأفضل نحضر لك على تبديد كيفاش الاتحادية تلعب دو ماتش في السعودية مع الإكيب السعودية عندهم ويجوال يلعبون لكم بجلوب ويجد خلاطوا ويجدوا لكم بجلوب كيفاش الاتحادية هي والماناجر قاعدوا عشرة ايام في السعودية لم يكن يتبعوا ويجدوا المشاكل ويجدوا فتما ويجدوا لكم تليفونات لأنها ومدابية دولة عطلات خطر علينا قلات في السعودية والماناجر يتصل على الوصول ويجد ان تصل على الوصول بالماناجر مع الوصول ويجدوا لست ميساكل مع الوصول ويجدوا لم يكن قد تتعمل ومدابية ثلاثة عليكم عليكم قرارهم وقالت عشر يام تماما وزيد. ما هذا بيف تحقيقه؟ ما حالي تقال بيتري؟ تلعب دو ماتش؟ نقولها بالعمية دو ماتش قرعه تعلموا مع السعودية هنا. تعلموا مع السعودية؟ وزيد على الزعف بوش كريو. قالت له تلعب في العراق؟ قال ما لعش في العراق ان ننوح لسلوفيني. لكن نحن نصر صفتان من 95 كيكو نحن نتعلم في الجزء الأولمبيك أنه كانت تربوصة في سلوفينيا وكرواتيا حمت الأكسجان لكورتليد. لكس يوغوسلابيا. قمت بإمكانك الأكسجان لكورتليد. قالت له لا تلعب العراق. أنا أشكر بوش كريو على الشجاعة. صالح نبدأ بالأسوشياتينا ونرجعوا على عائلة كورتليد ونحوزوا هذا ما. إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل سيسليمان حتى نتنقل إلى الموضوع. أخ نازم هذ الرياضيين نما مهتمام شخصي. هذ الرياضيين دي باررار. هم اليوم يجيبوا. هم اليوم يشرفوا الجزائر في المعافلة الدولية. يدعوا ميديترانيا. يدعوا في ليجيوز أفريكان. يدعوا في الشوكيونة ديمون. ثم هذ هذو مهتمام خاص. مش مقبول ومش معقول قتلك يتدربوا في هذا الفناء لهو إهانة للرياضيين وإهانة للجزائر. أيضا اليوم نجي من قلك باللي الأموال اللي كانت في الاتحادية صرفت على غير مستحقها. والدليل على ذلك. اليوم الاتحادية راي يبدون مورد مالي. وهذ الرياضيين راي يتنقلوا مع اللجنة الأولمبية. نشكر اللجنة الأولمبية الحمد لله اليوم. ومواكع اللجنة الأولمبية راي تتكفل بهذا المشاكل وبهذا الرياضيين. سين وقتل كرانة مقبولين على العاب الإفريقية شهر مارس لما حين يمثلوا الجزائر. نحن ما نشح نتكلم وغير على ديهية. يعني كان مجموعة من الشباب. كان مجموعة أيضا الحمد لله اليوم ديهية شيخي أو حقها تكلمت كانت عندها الجرأة أو كانت عندها كما يقول الشجاعة. بارك الله فيك. مرأة في زمن قلة في حمايتها يا عبد. بارك. فأنا هنا بش نوقف معها. بلاد شهره. وش يديرونها نتحمل معها القاسر. سبق في زمن في زمن رجال وخافوا يا هذرو. اليوم القيناة مرأة فحلة. واسموه فحلة. وجاءت هذرات وتكلمت. وكانت تقلمت الحمد لله. هذرت وكما يقولوا هاي كاميليا هاي ماطوب. كين لهذرو أيضا سامي نحييه. دايخي هذرو مقبل. لكن لا حياته لمن تنادي. نتمنى ان شاء الله صرخة اتحاد الرياضيين. تلحق للسلطات المعالية. مانش نقولوا يتحاس برئيس الاتحادية. لكن لازم يمد يرون دي كونت. يوضح كل شيء. وهذا امر عادي في كل بلدان العالم. لما يكون اي مسؤول لما يغادر. ولما يقدم يعني لقاصل اللي باساسيون يعني. انه في اللي باساسيون يعني. انه في اللي باساسيون يوضح كل شيء. وان كان غلط يتحاسبوا الى ما يخطأ. يعني يروح ربي يسهل عليك. فضح هذا انت نقي لموضوع اخر. بل شعب جزائي عرفنا اتحاد الرياضيين. لماذا اتحاد السعودية. من لالي لووق ربي. ماذا انت خطأ ليه و sociais. وذلك من النار السعودية و ديشبك لالي بطل 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 رب. لهم مناسبين لا يتحاصل أيضي. ثم هي يقام LOALEAOrbe تكادون ليه من الله و họ لذا يوجد اقوير الممي through America لا يوجد عليه بشكل طويلا المجمجين. عادي بالنسبة في التحديل العمية للكقي جزائي عربية نتحمية الصُamb�י فورة العربية. ومعروض تونس هي نفس تنظيم حرائق INDUW والجزائر يحضر على الارض و لو لدينا ضرام و لو عندكم ضرام تترامو و هي صلحة قاتلك منذ صغيرة فقط دخل الاموال الاتعان لا 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 لن ارادو بإموالي الارض الانديا اسكسي نورمال باش تفرح احدوك تعالى لي قارب باش يتخدم معاهم يتجيب لهم الاموال زادت بعد التفاريخ ما زال ما يلعبش موقابلة وحده فليكسيلونس فليكسيلونس وانها دي تاع سطيف وراح يلعب بطولة العربية واش دا باش روح يشارك واش دا باش يعمر عمروا لي كوت تعالى لي قارب باش هي تدخل معاهم باسكوا على بلا بلد الدولة مدخلاش ترشع ان شاء الله عقلية المحابات والانتقام والعمل للمصالح الشخصية لابد ان تذهب من كل دهنيات حتى نتقدم في كل المجالات نتحدث الان سيسليمان مزدوي وداود عمروش عن موضوع اخر ويتعلق الامر قبل ان حديث عن ارضية ملعب 5 جوليا اللي اكيد سيكون لك الحيز الكبير من اجل حديث عليها وعلى ارضية ملعب الراقب بما انك حتى الجميع يعلم انك يعني اطار في المراكبة الولمبي محمد بوضيف نتحدث عن ما حدث لليا الجزائرين في جوائز الكاف لما تقوم باستبعاد منتخب لم ينهزم طيلة موسم كامل تستبعد ريال محرس ساحب اربع القاب تستبعد من اتحاد الجزائر الفائز بكأس كونفيدرالي الفريقية احنا نقوله متى نقال لك في سنف ثاني لكنه اكد على علو كعبه لما فاز في سوبر علما على الاهلي المصري او كما يلقب بريال مادريد الفريقية الحديث داود عميروش على استبعاد هؤلاء الجزائريين كانت له خلفية والجميع يعلم من يسيطر حاليا على الكاف تفضل داود بعد ذلك كان نذهب الى سليماني علاقنا على الناس تفضل كما تعلمنا بلاد ما شاء الله باسكو هاد وقع يغيرون منا على حسب الثروات اللي اعطانهم منا ربي خير ربي وان يمدونه منا ولا اجبناهم لقناهم ربي يعطاننا هذه الثروات انا تأسفت انا تأسفت اه خاصة على رياض المحرز واني سمعت حتى اتحاد الجزائري سمعنا ايه شبير اتحاد الجزائري ايضا يستهلوا يكونوا على الاقل من بين تلت احسن اندية فريقية اتحاد الجزائري ايضا يتحاد جزائري كورت القادم كأس الكاف لا لا هذه حقرات من وراءات انت حسبك انا لاني نعرف الكواليس تتابع كيف 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 الكاراتي كيف 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 او انت انت في المروك خسروك وموقفش معاك معلش ايجايد لتك باش ما طرح ليشير الفكرة عندهم لقجاع في كورت القادم عندهم لقجاع في كورت طائرة لقجاع في كورت الييد وشنو هما هما انا غير محاجة يا الرب وما يتحدو يحكم واحد كونفيدراليه دي معه ثمانية مره كونفيدراليه كاين وقل ثمانية في الكونفيدراليه وقع في كوميسون هما يديسيديو احتاو الله هكو شود اهم تونس سمعت بلي تونس شكاوا للكونفيدراليه باش يعودوا لتيراج وصور وماروك يديروا تيراج وصور لازم جزائر نطعوا مع الجزائر نيفيتيو تونس ومصر باش يحقوا الله فينا تعالوا كوبدافريك واشنو هما احنا رجال عليهم احنا الجزائر رجال احنا مانتشيبيوش او مبدران من المخدرات شاريين قعناس البرزيدان الكونفيدراليه مانا يكون افريقي احنا عندنا ننف ما نجيش بيديش دور زربطه هنا ما كاش ما تهب لما ندخل في التفاصيل ما تهب لهم ما تهب لهم ما تهب لهم ما تهب لهم في الوزارة لديك دروة من الأورو فريديفر احنا تشاركوا لا تهب لهم لا تهب لهم فريديفر بالتواجد لا تهب لهم فريديفر حسنا احنا نحن يعيش بيديوه ونرى أحد يجمعون أنه في كل الرياضات يجب يدعم في الديول للديهم ومنحهم الحماية حماية نحن لا يريد يعيش يجب أحد النار قد يأتي بشكل مرة حالة الناحية كان قادر يقول لديهم إذن يجب عليك تغلق يجب عنه سادي سيكون خليفة الناحية نعم أن يحاول لا نعم سادي وليد سادي الانحيال ويجعل مشاكل كارثة واحد يتخبط عنده سادي عنده حاجة مليحة يتفاهم على الحجرة ورواه والحجرة ورواه مرحش يخليه يجب ان يتعاونوا ما هو المافيالي ملهيه هذا القجيع الابريد الافونس يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب يعني يلعبون به رغم انه لما اتوا الى الجزائر سليما الوزدوي احساب ما قال اخر كلمة قال موت سيبي احتفل بعد ميلاده في الجزائر مرتين الاولى في وهران تم سافر في الطائرة الى قسطنطين المشهد زاد احتفل بعد ميلاده اعطوه برنوس في الاخير لم يعترف بذلك الخير ولم يقدر دلك شيء organised لا أعطينا أمر ليس بتاعنا لكن أعطينا حقنا لا أحترم الدولة الجزائية يوقفت مع مونديلا تفضل بارك الله فيك اليوم كما قلت لك جوائز الكاف رأي كما يقولون كارتة والصراف لأننا نتبع وقانية الأحداث اليوم أيضا لا لكن الديبلوماسية الرياضية في الجزائر رأي ضعيفة على كل مستوي على الديبلوماسية الرياضية حبيت نقول لك على جميع المستويات وفي كل الاتحادات اليوم كما قال داود لما كان الحاجر وراوة في الاتحاد الإفريقي نورمال مونزيد وندعمه وحضرت خطرة في يحيى قيدوم ربي يرحمه قال لك لما يكون في الاتحاد الإفريقي ولا اتحاد دولي تونسي تلقى المبنى قاعدت وانسى قال لك وإلى جاء مصري يزيد ابني واسمو يقولي زوج مبنى لما يكون جزائري ما تلقاش قلت لك مئة متر ريح الجزائري ما تلقاش وهذا ما يحدد في الاتحادات الإفريقية وين شفنا جزائريين تمتيل ديبلوماسي الرياضي على المستوى لابد أن تتحذير تلقى الجزائريين يخمو غير رحم لابد أن عندنا في الاتحاد في الكاراتي وين عندنا رئيسي صارت الحكاية مثلا كانت ناكدا وين كنا في المغرب دولنا ميضاي في الألعاب الإفريقية في مراكش كان سيقوند المغربة سرقونا دولنا ينو ميضاي والجزائري هذاك ما تدخلش ومرجعش حق الجزائر اليوم علشان يقول لك الديبلوماسي الرياضي يا راي ضعيفة اليوم لازم إحنا نتحدو ك40 مليون جزائري باش ندو ونقولوا بالسواف الفوتبول ولا في كل الرياضات لأننا نعمل دائما داود حتى أعطيني فكرة تيك حتى نرح الموضوع على واش أعطيني الفكرة اللي حتى أدرك نحنا نضلك خطرة تفكرت إن شاء الله حتى كلا نضرع المروك أنا نشكر الدولة الجزائري لكن نقولك عن الدولة عن الدولة هذا اللي قجعتها كرة اليد دار بطولة إفريقية 2022 دارها في العيون مبعاك تم إيش كون الدولة الجزائري على الرياضيين دولة الجزائري لديبلوماسي على الرياضيين والدولة الجزائري دوها المصر ضربوا ضربوا سكود مننا اللي اسمه السنسون خبطوهم على الرياضي في المصر ما هو إن شاء الله لقد جاءتني معلومة رئيسة رئيسة الاتحادية كمشات السعودية عند لالي قرب على بوغندور هذو بروفيتها لقجعتها كواتلية دولة كونفيدراس إن شاء الله بقم أشي صح قالك سينيا لقد كان بروتوكول نضم البطولة الإفريقي الأندية هنا في أفريل هذيك جبها لابان في دو ميلفا بعد كورونا وإن شاء الله ما سينياك خطر نحن يأتي لكم في دراسة وكما يأتي لكم ويأتي لكم ويأتي لكم ويأتي لهم الأكور وإن شاء الله ما سينياك لقد قالوا الأكور إن شاء الله نطلب الأكور ما سينياك خطر هذا لقد جعت كورونا اليد البطولة التي تقام هنا في وهرن في فال بوغندور لا تدلع لأن نقاجمون بلما نجيب سمارة تشارك سمارة هذه جاية في المنطقة المحتلة على الصحراء الغربية إن شاء الله تكون مسينياك للكونفنسيون خالها ما نجيبها مج وشفا مليح غير تلحق للكمبيتيشون سمارة يجيبها مننا سكارة إن شاء الله مسينياك سندهب إلى موضوع آخر ويتعلق الأمر بسط من فضلك أعطيني صورة أحد الجزائريين والذي يسمى بمصطفى أسعون جزائري مستثمر في السينيغال في مجال الأرضيات وهو مختص في الأرضيات وهو حالين يتواجد في السينيغال لديه حوالي ست ملاعب أو ست ملاعب سغيرة تتدرب فيها أكاديميات السينيغال يقول في تصريحاته لتزاهرتي عن طريق إسلام الذي كان متواجد في السينيغال سي مصطفى أسعون قال أنه كنت وراء يعني مهالجة أرضية ملعب خمسة جوليا وطالب أيضا بإعادة أرضية ملعب نيسون من ديلا أنت حالين أراك إطار في مركب أراك مستشار في مركب محمد بوضيا يعني أراك ميو بلاسي من أجل الحديث تحياتنا للمكلف حاليا بالسينة وهو سامير عمال تحياتنا لحد تفضل هذا هذا يجيز زوجتها ثلاثة أنا سير غير وين كنت زوجتها ثلاثة ثلاثة عصبة غير لكي يأتي الغ ثلاثة ثلاثة عصبة الزرديني والشاف هو سامير عمامرا هو لو يخدم في الملعب سعيد يكون مر مع الشركة الفرنسية في عهد شكرا يكون مر مع هذه شركة الفرنسية التي كانت متواجدة الشركات الفرنسية نحيي سيبغتي تحياتنا ل سيبغتي بوحمد رئيس المدير يحاوزهم و لأن كان معهم سي قرار يحاوزهم دوك دوك ملعب خمسة جويل جميع كلنا نتوفد على ملعب خمسة جويل كلنا العالم بأسر لا نشوف الشخص صح راب يقول الشتاة على خمسة متواجدة في أبها كلها وللأمانة بالأمس نادي فيوتر المصري انبهر لاعبه بالأرضية انبهر اللاعب حزر الدريبية في توقيت المباراة مباراة تمام داروا في نفس التوقيت انبهروا بأرضية ملعب خمسة جويل هذا العام رائعة ما من العمليفات كانت رائعة رابحي رابحي كان يحب يروح للعنابة سقسية رابحي البرزيدان تعسير بالنحية ونحية على التعادل يجبوا معنا لكن يقال سيد داود أرضية ملعب خمسة جولية عمال مركب محمد مضياف هم يشرفون على ملعب نصر لماذا وحتى سقساك في الكواليس حتى توضح الأمور نكام الجمهور هي فرصة تفضل بس جشتما بشانتكم معلومة يعني بشوفوا التأمور على المركب الونامبي تأمور مؤامرة نظر نظر كان مشكل ديجاب الستاد بتاع سنك جوية شي كيمة ملعب خمسة جوية مفتوح والشمس تأخذ نحن نحن لم تشغل كين المرجع كين الماء والمشكل الكبير اللي كان عنا هو سنمس ما كانش بصحد دخلت وستاد ويكمل ثلاثين تاعو باش نوجدون الفريق الوطني الناس غادرت إشاعات بدل وكانز يقول لك حاجة تخلع انت تخلع حاجة تخلع لي جي بلي قران هذوك ما يحبش يبيع المركب يقول الاخر هذك لو يخدم المعارف وكما الكاراطي وحما هذر يعني كانوا رزقو قالوا لا نبيع لهذا هو امورتاتور خطر مكاش ونفس سعر يعطي له له يقول المدير يقول هذا شركة وطنية والاخر شركة اجنبية بأيدي داخلية عنده لأيدي نحن ونتكمل هكذا ونزيد نظر ونرحل خطر يا عمار عيد شركة وطنية ترح في بلادها مركب اولمبيدا خاصة ان هناك يعني اكد بان المنتخب سيجري اول مباراة تحضير لكوديفور بملعب من سلموندين يعني لأمور ستكون واجهة هذ المرة باش يوجد خطر بدأ ودو نطر تكنيك وكذا بلال يوميو تيرابي باش خطر لازم سخان خطر ما من سيجري ويوجد من بلوز ما شاء الله النسي قيمة بها ودوكا ستدخل لقران هذيك نجيبها معنا امورتاتور وحد اخر هو كان مشكل هذا هو تاراسيو موس الملعب خمسة جويل سقصي الرئيس كل لاعبين والمسلمين شكرا رئيس الفاف رئيس الفاف شكون هم سلك الاتحادية الجزارية كون القادم اللعب خمسة جويل سبع مباراة سبع مباراة وزيد سبع تدريبات على الابولو السنترال يجب كلها تدريبات يكون بنوعية كيف يجب 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 ويجب يجب في الصباح ويجب ويجب هذا بفضل ربي لكن كل هذا الأمر سيد داود عندناك مركبات رياضية تحتاج فقط نحفظ على تانيا مثلا هناك لو يشوفوا فينا الآن سيد داود يقول لك لماذا الناخب الوطني كان أرضها وجدت عمل بخمسة جويلة لماذا لا يأتي لماذا لا يأتي لماذا بخمسة جويلة عودوا أن نذهب لحالته لماذا لماذا فضل من تنحى مالجار ومن تنحى ومن تنحى سعدان ومن تنحى ومن تنحى لماذا يأتي سنك جويلة سنك جويلة سنك جويلة روح الكورة جزائرية روح وخاصة كاينما لم تنحى سيكوريتي عندهم خبرة المسييرين والعمات المركب الأولمبي محترفين حاجة لا تخصون سنك جويلة سنك جويلة سنك جويلة سنك جويلة الموضوع كما قال لنا داود عمروش كان مراكبة لكن أكيد تحتاج إلى المحافظة والسيير والاستغلال الجيد وشو نقوله كان عندنا كفاءات في الجزائر نعطي لهم برك الإمكانيات ونعطي لهم نعطي لهم نعطي لهم نعطي لهم نعطي لهم خمسة جويلة في أبها حلا كما قلت والمباراة والظروف اللي جرات فيها المباراة نجي من قل لكم شوية اهتمام وشوية كونفيونس لهذه الإطارة نجي من يدير عندنا مشكلة واحد على بيولوز ونقولها ندين نداء رؤساء وخاصة أنصار عندنا مشكلة عندكم بيولوز ونحن لا نضع لهم لأنه يصببت كم تتاهل المباراة لديكم شامبيونس لديكم شامبيونس يمشي تمتب وما هو الأنصار أو الأنصار والمسؤولين عن النواد يمورون لديهم الجزائر وشاب ما بينكم يدخلوا يدخلوا عن الملعب يهلكون على بيولوز يجب أن نقوم بإطلاق المستوى كل واحد يريح في براستو اللعبين يخرجوا لكي يحافظوا على هذه المشكلة وماذا يتحدثون خطر هذه المشكلة يحب يحتفل مع لعبة يحتفل مع هؤلاء يخرج برا وماذا يدخلوا الأنصار بفوق لا يعني هذه هي تحافظوا على الأرض لديكم شامبيونس يجب أن تحافظوا على الأرض لكي تتولي تلعب تلقاها هكذا لكي يدخلوا ميساج يحترموا فضو سيسليمان في كلمة أخرى والله اليوم كما يقولوا لما نشوف المباراة اللي هي تجرى على ملعب خمسة جويلية شارف للكرة القادمة من الجزائرة والرياضة الجزائرية والعرص رياضي بامتياز من أنصار مولدية الجزائرة يدروا الباجة الدخول ماذا بنا نشوفوا هذا الأنصار نشوفهم في فريق الوطني وين فرجة كما يقولون خاصة أنا سيسليمان ابن بابلوادي يعني منصر وفيه فريق مولدية الجزائر لا 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 صح مولودية ميجودوك حتى الاتحاد العاصمة عندهم الجمهور شباب الوزدة ما هو صح؟ تمهور مولدية الجزائر ما هو صح يجب أن يحياهم في مرحة أنوصر يستطيع أن يكون مولدية جزائرية اللي صح بقيمة وفيه أطلق أناس جمهور مولدية الجزائرية كما سوف تنزلهم ولا نرى هما سوف نرى وانتر قليل يجب أن نصلون يا أبيب المناصر يا أغم يا أبيب المناصر سيكون يا أبيب المناصر من الدخول 999 أعطل 800 ألف الكرسي يجب أن يكون من المحافظة وحد الوقت كانت سيمان كان يقولون سيمان خمسين نفس انا الدنيا الكرسي ماشا انا تقعد ضاليز علىش تكسروا قبل الختم لابد ان نوجه تحية خاصة وهي تحية التقدير وعرفان لكل عمال مركب محمد بوضياف الذين يقومون بعمل جبار شخصيا ومن خيال التغطيات التي يقوم بها في معظم المباراة الخاصة بمربة خمسة جوليا يعني معاملة جيدة يقومون بمجهودات يعني كان عمل حتى مش عمل تأخف بكل صراحة يعني استقبال مميز تسهيلة للصحفيين ومعاملة جيدة تحية الى كل عمال مركب محمد بوضياف المتمثلة في داود عميروش يكون مقلقي ايام في قبل المباراة يكون مقلق باشي خدمة علي زرجاليا على سيد يسوية دواولة لازم تقلق انا اشكر موديل العام تحييتنا الى سيد سيد سماعيل محمد بوضياف رفقة معظم عمال مركب محمد بوضياف بعمل كبير لابد ان نقول لمحسني احسنت وللمخطئ اخطأ هذه كما يقال عميروش ليش باننا نريد محابات او نريد ان نشكر ونرمي الورد وانما هي حقيقة تقال على ابناء بلدنا وهم شباب ويريدون خدمة البلد شكرا لك داود عميروش على كل ما قدمته لانا انا نتمنى فقط ان نلتقي في افرح كرة اليد وفي الامور الايجابية اكتر طول كنت ليد ماشكيت مازال ان شاء الله نتلاقه مدابين احنا وانتا اتفاصل ونشكرك شكرا على واجب ونجدوا لحكب اللي مربوطة اللي في القياد ونجيك دايما اكيد والابواب مفتوحة اليك ايضا نشكروك ونشكر الاخ داود عن النقاش هذا اللي ان شاء الله كان بناء وان شاء الله قدمنا مادة اعلامية لجمهور الجزائري وايضا للعائلة الرياضية بصفة عما وان شاء الله كما يقولوا لبروشا واسمه يكونوا على الافراح الرياضة الجزائري ان شاء الله هذا ما تفنى ان شاء الله انتقول بوشكري وما يتقلقش ويامن بربي عسى انتكره شيئا هو خير لك صالح واخر الكلام هو كلامك السيد عميروش داود بهذا مشاهدنا الكرام نكون وقد وصلنا الى ختام عدد اليوم من زيس فورتح هي خاصة الى المخرج عبدالباصط طوباء دمتم في العيه وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الجزائر اشتركوا في القناة